رئيس بشار الأسد وهالحركة السياسية الكبيرة اللي عم بقوم فيها هلأ زيارة للروسية زيارة للخليج تواصل مع السعودية هيدا العلاقات اللي عم تنعمل هلأ هالحركة اللي كتير مهم خارج الحدود وقده ممكن يتدخل بالانتخابات اللبنانية انتخابات الرئاسية يعني أول شي الحركة كتير إجابة وكتير جيد وبتأديري رئيس بشار الأسد لما بيقوم بأي حركة بتبقى كتير مدروسة وبيبقى عنده وضع معين يسمح بالتحرك بهذا الاتجاه الزيارة للروسية أكيد هذه لأنه روسية حليف استراتيجي لأله وسيند كتير سوريا بالخروج من الحرب المنتصرة طبعا أكيد المواضيع كانت تتعلق بالمرحل الحاضرة يطردوا الأمريكي بالكامل من سوريا يحرروا سوريا من الأمريكي ويحرروها من ما تبقى من القاعدة قصدوا وغيروا هيدا الناس وهيدا أكيد بكتير مهم وبتأديري حينجحوا فيها وبلشت نزرها تبين بلشت هلأ مقاومة ضد الأمريكي مباشرة بمنطقة الحسكة هيدا بيرقي شي كتير منيح لازم الأمريكي يطلع من الشر الأوسط كله مش لازم يضل يعني لنرتاح نخلص منه من الشرور يعني بيبقى قصة الانفتاح على الخليج ما هيدا مناعيننا يعني بالأساس المصالحات العربية وأكيد كان إلها تمهيد مسبق قبل يعني هيدا الزيارات اللي عم بيقوم فيها وبتبقى على يعني منطلقة من جدوى الأعمال متفقة عليه مسبقا يعني رئيس بشار الأسد بالأساس هو عنده حكمة بيملك الحكمة هو قارئ فلسفي من طراز الأول كنت ملاحظة هالشي فيه أنا بمقابلي معه وفتحت هيدا الموضوع معه وقلت له سيدة الرئيس بلاحظت أنك كتير بتقرأ فلسفي بتحب الفلسفي أنا بحب الفلسفي كتير بقرأ فلسفي كمان ففتنا شوي بهيدا الموضوع نحن وياه وقال لي أي أمر بده يقوم فيه الإنسان إذا ما فلسفه وشاف كل أبعاده بيغلط بالقرار فلما بتفلسفي الأمر بتفوتي بأبعاده بتدرسيه من كل النواحي بتبقي أقرب للقرار الصائب يعني هاي الشخصية الحكيمة اللي بتاخد الأمور بهيدا الطريقة أكيد كل خطوة بتخطوها هي مدروسة وكل خطوة بتخطيها أكيد رح تقدي لشي إيجابة التدخل بانتخاباتنا ما بعتقد التدخل رح يكون بنفس المستوى اللي قبل ولكن أكيد سوريا نحنا من هون يعني بياخدوها بعين الاعتبار إنه الرئيس اللي بدو يجيب بدو يكون عنده علاءة جيدة مع سوريا نحنا سوريا على الأقل في ملف ساخن بيننا وبيننا لهو ملف النازحين إذا رئيس جمهورية بيقدرش يحكي مع سوريا أو بحبش يحكي معها أو بحساس منها أو شي ما بتزبط لحكاية بدو يكون الرئيس جمهورية بيقدر يتخاطب هو سوريا على قاعدة محبة ومصالح مشتركة بتدخل يعني ما بعرف قديش بتدخل من خلال حلفاء أبي لبنان يعني بتتشعور هي وياهم تحكي هي وياهم ممكن